بأعود إلى الضيف عبر خدمة الهاتف فاروق طفور أطرح عليك نفس السؤال أستاذ ممكن تغير المواقف داخل إكواز من الحل العسكري ثم الحل السياسي ثم العودة اليوم من خلال هذا الاجتماع إلى طرح الخيار العسكري كيف بالإمكان قراءة هذا الاختلاف في التواجه؟ أنا أعتقد أن مجموعة الإكواز كانت برمجة هذا اللقاء منذ أشبوع لأعتبار أن مواقف آنذاك كانت تستهزف الضغط على المجلس العسكري ويعني التلويح في التدخل العسكري في سياس مواقف لفواعل دبلوماتية ودولية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الموقف الجزائري وموقف الاتحاد الأفريقي لما تدخلت هذه الفواعل وحدثت تغير في مواقفها وخرجت من منطق التدخل العسكري إلى منطق السياسية والدبلوماتية أعتقد أنها أفتح في مأزة هذا اللقاء فجدو الأعمال هذا اللقاء كان ربما هو التحضير لهذه البيوش وفي نهاية المطاف التحضير أيضا لمن نسميه بشرعية دولية لستدخل لأنها تحتاج إلى شرعية دولية لستدخل يعني موقفا لمجلس الأمن الدولي في هذه المسألة لكن أعتقد أن التغييرات وتطورت سريعة والمتتارعة سواء على مستوى نيجة في حداتها من خلال العمل الذكي الذي كان يقوم به المجلس العسكري من خلال تغيير في تعيين حكومة ورئيس حكومة وأيضا غلق وفتح الأجواء وتغيير مواقف دول الأساسية في الموضوع يعني أحال هذه المجموعة على ما أسميه بمأذق سجين عندنا نحن في نظارة الألعاب الذي يعني في نهاية المطاف سأعتقد أنه سيبقي على خطابه ولكن أعتقد أنه سيفضل يعني سيتعطى مع هذا التطور الهام والهام جدا على اعتبار أن الدول الـ 18 هذه كلها يعني متحمسة جدا لستدخل العسكري هذا أولا وتانيا أيضا أن هذه الدول أيضا ليست يعني لا تملكوا فيادتها وقرارها في المسألة هذه لأنه هناك ضغط كرنسي كبير جدا على عديد الدول هذه من أجل أنها تعبر عن هذا الموقف لضغط على المجلس العسكري من أجل أن يعني تصل في نهاية المطاف إلى مائدة مستديرة للنقاش والتفاوض حول المصارف الكرنسية في النيجر ولذلك فهي أعتقد أنها في هذا المأذر وأن سيناريو الاستشوية ديبلوماتية وسياسية يعني بدأ أكثر أكثر سيناريو للتحقيق في النيجر وبدأ التدخل العسكري برغم من حالة وجود حالة يعني تدخلات هنا وهناك خاصة على الفجد النيجرية المالية ولكن أعتقد أن يعني التفاعلات الموجودة الآن للفاعل القواعد الأساسية في المنطقة الجزائر والتحقيقية يعني الدول الموجودة عندها يعني قواعد عسكرية في النيجر يعني قاعدة الناطور قاعدة الفرنسية قاعدة ساعة تركيا وأيضا العلاقات يعني المتجدرة بين يعني النيجر والجزائر أعتقد أن هذه المواقع يعني ستكون ستؤدي في نهاية المطاف إلى يعني التسوية يعني السياسية في لفر ومحاولة تجنب السيناريو الأسوأ في المنطقة اللي هو تدخل العسكري الذي سيعني يشعر المنطقة سوى إنسان في مسألة تعميل في الدخول فوائل لا تماثلية أقشد هنا يعني الجماعات المسلحة في المنطقة التي في نهاية المطاف جزء منها يعني تحت رعاية يعني بعض التي تريد أن تبقى في مبرر وتحتلف متفاعة الإرهاب في المنطقة أعتقد أن التطورات هذه يعني سريعة ومتسارعة ويترتب في نهاية المطاف التسوية أو تطبيع مع المجلس العسكري في سياق انتخابات مبكرة محددة الأجندة والجدوى لا أعتقد أن هذا ما يستؤدي إليه الأمور إذا لم يعني إن صح التعبير يحدث هناك استقاط داخلي في الميجر لماذا؟ لأن المعطى الداخلي في الميجر مهم ومهم جدا إلى حتى الآن الإنقلاف أو المجلس العسكري حضر نفسه ويعني على مستوى الحكومة على مستوى أيضا الحاضنة الشعبية التي يعني في نهاية المطاف الآن هي تخرج بالشارع وتعبر عن يعني ضرورة تخلص الميجر من الاستعمار القديم وأيضا يعني الجانب الآخر المتعلق بالمؤسسات التي يعني بدأت إن صح التعبير يعني تشتغل أعتقد أن كل هذه المتغيرات تدفع باتجاه الموقف التسوية في الميجر وتجنب المنطقة حربا أخرى يمكن أن تتطوى إلى حرب بين الشرق والغرب على اعتبار أن أي ضغط على المنطقة العسكري بالنسبة لبعض الفواعل وعلى رأس الأولى المتحدة الأمريكية معناه يعني دفع هؤلاء إلى انخراج المشروع الروسي وهنا يعني يصبح التحول ليس تتحول على مستوى المنطقة وليس على مستوى النيجر فقط وإنما التحول يعني يولي ينخرج في سياق التحولات الكبرى في يعني الحرب الروسية الأوكرانية وأيضا يعني في بعض المناطق التوتر التي نسمع عنها هنا وهناك دكتور ممكن مثلما تكلمت منذ لحظات أحداث متسارقة اليوم النيجر أو القادة العسكريون في النيجر يفتحون المجال نحو الحوار مع كل الأطراف مع الحفاظ على استقلال الدولة في اعتقادك هل ستكون في الأيام القادمة حقا ممكن مناقشات سياسية وديبلوماسية لإيجاد حلول الأسماء أنا أعتقد أن العسكري في النيجر يسيئد الأزمة في النيجر في ذكاء لماذا؟ لأنه في النيجر المطف يمتل لكل أوراق على الأرض فهو الذي حدث الانقلال هو الذي كان يتحكم فيه بالإسبرازون من خلال يعني تحذير أوراق المحاكمة بدون العلماء يملك الأوراق والفدود يملك أوراق القلب الجواء البرية والفدود البرية والأجواء وأيضا الآن يعني هو يتقدم جهة إعلام على خارجة طريقة جديدة السيارة مع أنها قادة يعني ضمان مواقف يعني عديد الفواعي الغيسية مؤسرة في القرار لذلك فأعتقد أن الإنقلال يعني أن المطاف يعني جزء من الأحداث تجاوزها لماذا؟ لأنها مقفلة ملك أوراق في قرارها أي فقدت الموقف الأمريكي فقدت الموقف بين قرصين يعني الجزائري الذي هو ضد الأجنبي فقدت أيضا موقف يعني مجلس والأمنة للإتحاد الأفريقي فقدت أيضا يعني أراء وعني حتى في بعض الدول في بعض الأمنات يعني تبقلت ويعني كررت يعني أو فأرى يعني تدافعت مع أنظمة أجل عدم تدخل الأسفري لأنها تعرف في نهاية المطاف أن أي تدخل الأسفري في المنطقة سيشعلها وسيصبح كل دول المنطقة يعني في أزمة بمعنى أن ذلك أن الأزمة في نيجير سيحدث لها حتى في التصدير يعني ولذلك فأعتقد أن هؤلاء كلهم يعني في نهاية المطاف أنا أقول دائما أنه كان هناك ثلاث سيناريوهات في الأزمة النيجيرية كان السيناريو الأول هو سيناريو التصوية وعودة بازوم وأعتقد أن هذا السيناريو يعني قد يعني تعتبر تدحرج بتغير في المواقف خاصة الموقف الأمريكي الذي كان يسر على هذا الشيء وأعيضا السيناريو الثاني وهو سيناريو تفضيع مع الإنقلابيين أو مع الذين انقلبوا على الرئيس بازوم هذا السيناريو الآن من خلال الإدارة الذكية لهؤلاء وفي التفاعل يعني المفتوف مع كل الأضراف الدولية سواء على خدودها أو خارج خدودها هذا السيناريو أعتقد أنه سيسر في النهاية إلى الإعلان عن خارج الطريق وهو الذي في النهاية المطاس يمثل الأمر الواقع في النيجير اليوم وهنا ثاني سيناريو التدخل الأجنبي هذا الذي تقوده الإكواس وفرنسا وبعض يعني الدول الجارة للنيجير وبدأ يتراجع هذا السيناريو لفارس السيناريو الثاني وهو يعني حالة تساق التقضيع وتسوية سياسية في المنطقة بععلان خارج الطريق السورية يعني ربما قد تبدأ في انتخابات يعني مبكرة للرئاسيات والبرلمان ولذلك فأعتقد أنه من الناحية الجيو سياسية أو الجيو سراتيجية في المنطقة أنه على الأقل الدول الأفريقية لابد أن تقتنع اليوم على أنها في نهاية المطاف لا تتحكم في أي معركة قد تعلن في المنطقة بل ستصبح وقود لها ولذلك مجموعة الإقوات مطلوب منها أن تتعاطى مع هذا الواقع الجديد في النيجر وتعضي الفرصة للنيجيريين من أجل أن يختاروا فكامهم وأيضا يعني يستشرفون مستقبلهم بكل استيادة واستقلالية عن كل الفواعر التي بالأسف شديد تستنزف خيرات النيجر سواء كان المستعمر القديم أو الدول التي وضعت لها قدم من خلال القواعد الأسفرية الموجودة في النيجر نعم دكتور تكلمت ممكن حول حالة الاحتقان التي تغيشها المنطقة بفعل التدخل العسكري والتدخل الأجنبي في شؤون الداخلية للملدان على غرار ليبيا ومالي اليوم المنطقة ما زالت تغيش ممكن على وقع الأمور السلبية التي أحضتها هذا الأمر بالأمس كان هناك هجوم إرهابي في بوركينافاس وحتى في النيجر اليوم رويترز ونقلا عن مفاوضة أو مفاوضة سلام والأمن في إكواز ستنقل قوله بأنه إذا فشلت جميع الحلول في النيجر فإن قوة إكواز جاهزة للرد سيجرى استعادة النظام الدستوري في النيجر بكل الوسائل المتاحة هل رغم هذا التدخل العسكري الذي شهدناه من قبل ومآلات الأوضاع في المنطقة في اعتقادك التدخل أو الوسائل المتاحة الذي يتكلم عنها مفاوضة سلام والأمن في إكواز وماذا هو التدخل العسكري؟ أعتقد أن التدخل العسكري سواء لمجموعة الإكواز أو للفواعد الكبرى لم ينجح يوما لا في أوروبا ولا في آسيا ولا في أفريقيا ولا في أي دولة أخرى هو التدخل العسكري كان دائما لصالح قوة يعني تقليدية من القوى الكبرى من أجل ضمان مصالحها بل هذه القوى ومنها يعني فرنسا كانت هي التي تقوم بالانقلابات في أفريقيا من أجل ضمان مصالحها وتوقيف ومنع النخب الأفريقية من أجل أن تحكم نفسها فما تزال للأسف شديد عديد الدول 14 دولة أفريقية ما تزال إلى اليوم في النهاية المضاف مستعمرة ماليا ومستعمرة في الخيرات الساحة ولم تتحرر إلى اليوم من خلال يعني إعطاء فرصة لشعوبها من أجل اختيار حكمهم وهناك يعني نلاحظ في حال فيقظ المنخب السياسية المدنية والعسكرية في أفريقيا من أجل استقلال جديد لأفريقيا لهذه الدول فالتدخلات العسكرية إذا كان قيمناها في أفريقيا لم ترفع أفريقيا إلى تنمية لم ترفع أفريقيا إلى الخروج من الفقر لم تحل النزاعات الموجودة في أفريقيا للأسف الشديد إلى اليوم ما يزال تدخل أجنبي سواء باستعانة هذه الدول ببعض المجموعات الرسمية وغير الرسمية أو صناعة الإرهاب كما تعلمون أن هناك دول في المنطقة هي في الحقيقة يعني لا تكفح الإرهاب هي تصنع الإرهاب ولذلك نسمع اليوم على أن هناك بعض الجماعات الإرهابية في النيجر يعني اللي كانوا داردتهم من سحة تعبير القواعد العسكرية الفرنسية قد أطلقت صراحهم نسمع أيضا على حالة تمرد بتشجيع أحد الوزراء السابقين في النيجر من أجل أن يقود عملية استقطاب ضد المؤسسة العسكرية لكن إلى اليوم يعني ما تزال هذه قضايا بسيطة جدا بالنسبة لحالة الأزمة وأيضا يعني حالة الاستعداد الموجودة لدى يعني الجيش النيجيري لذلك وبالخلصة أن كل أغلب التقييم والحصيلة على الإنقلابات العسكرية في أفريقيا أدت إلى مزيد من الفقر أدت إلى مزيد من المزاعات أدت إلى مزيد من الحالة الاختراق سمعا كان يعني للمستعمر القديم وأدت أيضا إلى حالة تباعية كبيرة جدا لذلك الأفارق اليوم في حال يقضى أعتقد أن المخططات سعاد الاتحاد الأفريقي وبعض القوة السياسية في هذه الدول فهمت اللعبة وهي يعني أمام فرصة كبيرة وكبيرة جدا من خلال حالة التحول الذي يحدث للعالم وترجوع هذه القوة الكبرى وفي مقدمتها في رنسا على رعاية مصالحها ونفوذها في منطقة أفريقيا فأفريقيا اليوم جميعا سواء في شمالها أو في وسطها أو في غربها أو في شمالها أو في شرق أو في جنوبها هي أمام فرصة تاريخية من أجل التحرر الكل والاعتماد على النفس واختيار المقاربات التي تنفع القارة المظلومة هذه القارة التي هي ممنوعة أن يكون لها مقعد في مجلس الأمن الدولي هي قارة في نهاية المطاف مستباحة وتعاني التبعية والفقر وضعف السنمية وأصبحت في نهاية المطاف تعيش على المساعدات وهي زاخرة بكنوز اليورانيوم والنفط والغاز والمعادن الثمينة الموجودة في هذه القارة هي أمام فرصة كبيرة وكبيرة جدا ولذلك فأعتقد أن هذه القوى الأساسية التي ما تزال إلى اليوم تريد الحفاظ على نفوذها في المنطقة أعتقد أنها في نهاية تجاوزها الزمن خرجت من عقول الأفارقة وأعتقد أنها ستخرج من حقولهم في هذه المرحلة تتحول الدولي الذي نستشرف فيها إن شاء الله عالم متعدد الأقطاب يمكن للدول أن تعيش السيادة والاستقلالية وفي نهاية المطاف تلبي حاجات شعوبها وتطلعات مواطنيها دون ضغط من أحد دون هيمنة من أحد وفق نظرية التي كانت تطبق عليهم دائما نظرية التبعية هذه فرصة كبيرة لأفريقيا رسادة العلوم السياسية والعلاقات الدولية شكرا لك على مشاركتنا عن نقاش هذا الموضوع إذن مشاهدين البأس أن نذكر بموضوع نقاش العلاقين ربط الاتصال بالدكتور عبد لطيف بروبي قدت جيوش الدولي كواز يبدأون اجتماعا سيستمر يومين لبحث لاستخدام المحتمل للقوى الاحتياطية في النيجر رويترز نقلت عن مفاوض السلام والأمن في كواز قوله بأن المجلس العسكري في النيجر يتظاهر بأنه مستعد للمحادثات ويسعى لأسباب لتبرير الانقلاب أيضا ذاته المتحدث يؤكد بأنه إذا فشلت جميع الحلول في النيجر فإن قوة اكواز جاهزة للرد يشير إلي الزملاء بأن الاتصال جاهز دكتور بروبي أهلا بك معنا من جديد نحن مستعد للمحادثات إذن دكتور مثل ما ذكرت منذ قليل مفاوض السلام والأمن في كواز يقول بأن المجلس العسكري في النيجر يتظاهر بأنه مستعد للمحادثات وهو ما أعلن عنه بالأمس رئيس الوزراء المدني المعين في الجيش النجير بقوله بأنهم منفتحين ليتحاور مع كل الأطراف ممكن مفاوض السلام والأمن يؤكد بأنه سيتم استعمال كل الوسائل المتاحة لإعادة نظام الدستوري في النيجر ممكن هل سيتم ممكن استعمال الخيار العسكري كوسيلة للرد في ظل ممكن رفض عديد البلدان من بينها الجزائر الولايات المتحدة الأمريكية روسيا وحتى الاتحاد الإفريقي طيب نجمع نحن على أن تواجد الميدانيين ليس من الأمر الصالح قد نعلم تاريخ التدخل ولكن لا نعلم متاريخ متين في هذا التدخل هذا هو المندق ولذلك كنت وعيد على أن أي تدخل هو إعلان الحرب ولا يمكن وصفه حتى به التدخل لأنه ليس هناك تقضية قانونية لأن الاتحاد الإفريقي يرفض التدخل الدول الجوال ترفض التدخل ترفض التدخل والإكواس وبعض الدول الإكواس الخمسة عشر أقول هو عيد الخمسة عشر وهي مقسمة على نفسها وهناك دول من الإكواس معلقة العضوية وترفض التدخل كذلك ما هو حال ما ليس بصراعي عبارة على أنها ستثنى في المجلس الأسكري لذلك هناك هذا المحور وهناك محور آخر محور يرفض التدخل ومحور يريد تطبيق التدخل لكن لا ترجدنا لك تقضية من قانونية لهذا التدخل وترجدنا لك شرعية لهذا التدخل أكثر من ذلك إذا ما تنتقلنا إلى فكرة التدخل الميداني نحتاج إلى إعداد واستعداد لوجستيكية ومنطقية نحتاج إلى ستة أشهر لتحديد هذه التحضيرات أكثر من ذلك نحتاج إلى قيادة لوجستيكية لهذا التدخل في المنطقة ولذلك قلت وعيد لأن التدخل قد نعلم ذاريخه ولكن أنا الموتاريخة نهاية والبتالي عندما نفكر بتاريخة عقلية التدخل منطقيا ولوجستيكيا وقانونيا مرفوض وغير ممكن لأنه حتى ونكترنا نظرية الواقع يثبت على أنه سيفشل لأننا نتكلم عن توجد قواعدات أمريكية وطرنسية في المنطقة نتكلم عن قوات بارخامة وجدة في مالي وأثقة تفشلها من 2013 لأننا نحتاج إلى جيش ونحتاج إلى إعداد ونحتاج إلى إعداد لوجستيكي ونحتاج إلى الميدان ونحتاج إلى أطباء ونحتاج إلى مؤدات ونحتاج 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 فلنحن نفكر بطريقة أنه تدخل للنزهة ومشهدها ذلك وقلت وعيد على أن الآن منطقي وضع عقليني وكخيار استراتيجي لا يمكن وصفه التدخل لأنه إعلام الحرب وحتى المجلس العسكري أعلن بصريح العبارة على أن هناك مدى فطوك حمراء وضع مجموعة من الشروط كما تكمل على أن هذا وجه لمحمد برزوم أكثر من ذلك عين حكومة انتقادية من خلال منزين أكثر من ذلك لم يجد انتقل إلى مدى إلى تشاد وفوضة محمد إدريسي في أكثر من ذلك نحن نتكلم عن مدى نعم عن مدى الضحايا ومن قوات نيجر في الشمال من خلال مدى متلف الموت مع مالي وبركينات راسو ونتكلم عن حركات انتسانية في جال وهكذا إذن بالمحصلة منطقيا ولوجيستيكيا وقال قانوني التدخل هو إعلان الحرب ولم نعلم عن تتكلم عن تدخل ولذلك الكل يرفض هذا المنطق نعم دكتور بروبي إذن الحل العسكري غير مطروح حاليا ولا يمكن ممكن الذهاب إليها البعض يصف هذه الاجتماعات اجتماعات إكواز بأنها اجتماعات شكلية وبأن الأمور في النجر محسومة في اعتقادك كيف ستكون مخرجات الاجتماع الذي سيدوم يومين اجتماع قدت جيوش إكواز طيب الإكواز هي مرضة مقتصادية كل وعيد من حيث الشكرية مرضة مقتصادية ولكن أخذت بقعة آخر بأساساتي بقعة سياسي من خلال إن شاء الله حكامها وبنك والآن تريد أن توجد نفسها مرضة أقادة مني خلال أن تتواجد عسكرية المناطق التي هي لأعباقها حتى لا ننص على أن نجر وعده في الإكواز في هذه المنظر ولكن يجب أن نفهم لأنه إذا ما أردت قاعد قياس الأركان الجيج الإكواز في حالة الأمور يجب أن نسائل كل الحلول الدبلوماسية لأنهم غير منطق غيار قيادة أسكرية وروجيستيكية لقوات الإكواز وإلا سيصبح تدخل بعض الدول للإكواز وليس كل الدول وخاصة عندما نتكلم عن الكورتيبوار والسينيجال ونيجيريا وهذا طرح ما غير مقبول حتى من دول الإكواز يحددتها وبذلك باجتماع قيادة أركان ومجلس قيادة أركان في الإكواز وحفظنا الوجه خلال مدى أنه سيقوم بملاحظ بوضع السيناريو هاشي إدارة الأزمات الحدودية الآن أقول وعيد إدارة الأزمات الحدودية نحن نتكلم عن دولة بـ 1.2 مليون كلمة المعرفة نحن نتكلم عن دولة بـ 28 مليون نسمة نحن نتكلم عن النيجر وتعيش أربع ملايين من النيجر يعيشون بالمساعدات كيف نريد إدعاف دولة هي هشة وهي مدعفة في الواقع ولذلك يجب أن نفكر على أننا سننتقل إلى محور آخر هي محور العقوبة ولكن هذه العقوبات تتكون وتخرج عن النيجرين وتؤدي إلى مدى غلاء الأسعار وتؤدي إلى الفوضى داخل الفوضى وجبنا هذه الطريقة في مالي ولا تنجح إذن بالمحصلة يجب أن لفع ملاقية الأركان ستنطلق من عوض من حسب أتقاد المتوضع لأكثر والعقل من عوض التدخل المباشر داخل نجد نقوم بماذا بتصور آخر بالمقاربة مرتبطة بإضافة الأزمات الحزودية لأننا نتكلم عن النيجر نتكلم عن حدود سبع دول مع سبع دول وستكون هنا إرحاصات من الحركة الإنقلابية من خلال هجرة غير شرعية وتغيرات مناخية وتعديثات إرهابية لأننا نتكلم عن منثلث الموت الذي وقع فيه الضحايا 17 جندي من النيجر وقع في منثلث الموت مع بركينا فاصل ومالي وفي شمال النيجر قيادة الأركان حتى وإن فكرت التدقل الأفكاري ينطوى تدخل في مجازفة أقول مجازفة في غياب قيادة للقوات في دل إنقشام داخل إكواف أكثر من ذلك في دل لأنه مهما كان العجز الذي نرسله من الزيوش حتى وإن كانت 10 أو 20 ألف من هو الاحتياطي من هو الطبيب من هو اليقيد يخوض المزرع عاما يخوض الطائرة منطقيا حتى لوجيستيكيا غير معقول أن نقوم بماذا بمزح لـ 1.2 مليون كلمتر مربع وهو النيجر إذن بالمحصلة تغير الطاح حيوة أن يكون تدخل يكون مقاربة أخرى حسب اعتقال المتوضة لا تحقوز ميطار مقاربة إدارة الأزامات الحدودية التي تنتقل من النيجر بهذه الدول نامد